السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء سوف أقدم اليوم تفسير رؤية تركيب الأظافر في المنام فتابع معنا أولا تركيب الأظافر في المنام لابن سيرين يقول ابن سيرين رؤية شخص في منام أنه يركب أظافر فيدل هذا على خيبة أحوال الرأي كذلك رؤية الأظافر الصناعية في المنام وتركبها يدل على الهموم والمشاكل والإضطرابات التي سوف تحدث الأيام القادمة كما أن رؤية تركيب الأظافر في اليد لتزينها يدل على أن الشخص الرأي اجتماعي ويحب الناس ويحب تكوين علاقات جديدة تفسير رؤية تركيب الأظافر في المنام للعزباء تدل رؤية تركيب الأظافر الصناعية في المنام وخروج العزباء بها تدل على أنها شخصية مخادعة وتجذب على الكثير من الناس إذا رأت الفتاة العزباء أنها تقوم بشراء أظافر جديدة فيدل هذه الرؤية على السعادة وقسرة الأرزاق والمال الوفير كذلك رؤية تركيب الأظافر الغير حقيقية في المنام مجرد تجميل يدل هذا على الصعابة التي يمر بها الرأي في حياته كما أن رؤية تركيب الأظافر القبيحة في المنام تدل على المشاكل والهموم والخلافات التي تحدث والله أعلم تفسير رؤية تركيب الأظافر في المنام للمتزوجة إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها تقوم بتركيب الأظافر فيدل ذلك على زوال الخلافات بينها وبين زوجها وعلى السعادة كما أن هذه الرؤية بشارة لها بإنجاب مولود جديد وحملها القريب ويدل على صحتها الجيدة وطول عمرها كذلك تدل هذه الرؤية على التحاق زوجها بعمل ووظيفة جديدة وعلى تعليم أطفالها أفضل تعليم وجهدهم في الدراسة تفسير حلم تركيب الأظافر في المنام للحامل إذا رأت المرأة الحامل في منامها أنها تقوم بتركيب الأظافر فيدل ذلك على زوال هموم المرأة وعلى سهولة ولادتها ولادة سريعة كما تدل تركيب الأظافر الاصطناعية للحامل على ولادتها بمولودة أنسة والله أعلم كذلك تدل رؤية شراء الأظافر التي يتم تركيبها على قصرة المال والرزق وعلى التحاق زوجها بوظيفة جديدة وأرباح ومال وفير تفسير رؤية تركيب الأظافر للرجل تعتبر رؤية تركيب الأظافر الاصطناعية في منام الشاب العازب يدل على زواجه القريب من فتاة خادعة ولا تكون صالحة له وإذا رأى الرجل في منامه أنه يقوم بتركيب الأظافر فيدل ذلك على قصرة الأوهام والمشاكل والمصائب التي يمر بها الفترة القادمة كذلك تدل رؤية تركيب الأظافر مثل الفتيات في المنام على قصرة الأحزان والمشاكل التي يقدمها لأقاربه وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء